اهلا بكم في تلخصة جديدة في المنه اليوم 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 بيبدأ باثنين قرويين بيروحوا علشان يقطعوا الشجر ويصطدوا التعبين وفي واحد منهم بيخاف وبيطلب انهم يرجعوا لكن التاني بيقول له انه ما يبقاش جبان لان التعبان الواحد بيكسب اكتر من تقطيع الشجر لمدة يوم لكن بيهاجم التعبان صاحبه وبيقعد التاني يدور عليه لغاية ما بيترمه قدامه وبيشوف التعبان وبيحاول يهد نفسه لكن من غير فايدة وبيهجم عليه التعبان وبيتغير المشهد جوه قطر رايح لقرية اسمها يونج ان وجوه القطر بيكون في ناس من مختلف الطبقات وبيحكوا وبيتنقشوا في مواضيع مختلفة وبيكون في مقصورة الدرجة الاولى مجموعة من الجنود اللي بيقعدوا يترهنوا ويلعبوا والرئيس بتاعهم بيكون في مقصورة الدرجة التالتة اللي بتكون شعبية الى حد كبير ورحتها وحشة والرئيس بتاعهم اللي اسمه شاومانج اللي بيكون راكب جنب الدكتورة جينج لان قرية جينج دي القرية اللي عاشت وتربت فيها وطبعا كحال قطرات كتيرة بيكون فيه الكتير من البيعين اللي بيبيعوا كل حاجة وبيكون مو شينج واحد من صائد الافاعي وموجود على القطر وبيبيع جلد التعبين وحاجات كتيرة زي كده وبيدخل القطر تاعبان بيكون شديد السمية وبيروح نحية القائد شاومانج وبيلف حوالين كتفه وبيكون لسه هيلدغو فبينقذوا مو شينج الملك الافاعي وبيشتغل صائد تعبين وبتتعرف عليه جينج لان وبتحاول تسلم عليه لكنه بيقولها انه ايده متوسخة وبتكون جينج محرجة من الموقف ده جدا وبيستغرب القائد شاو وبيقولها هي ليه بتساعد الناس الغريبة وبيقف القطر فجأة نتيجة ان فيه حاجة عطلته وبيفتكر القائد شاو ان فيه قطع طرق لكن فجأة بيلاقوا حاجة بتخبط بشدة على سقف القطر وبيكونوا كلهم خايفين ومرعبين وبتكون فيه ست جنب الشباك بتحاول تشوف ايه اللي موجود فوق فبياكلها التعبان وبينزل الدم بتاعها على الشباك علشان يشوفوا كل الناس وبيكونوا خايفين وفجأة بيحصل غزو من التعبين الصغيرة على القطر وبيهجموا على الناس وبيقتلوهم في ظرف ثواني وبيكونوا كلهم مش عارفين يتصرفوا وبيخبطوا في بعض لكن مو شينج بيقدر انه يحجمهم مؤقتا بانه بيرمي التوم قدامهم فبتكون التعبين مش عارفة تعدي وبدل ما يشكروا مو شينج اتهموا القائد بانه هو اللي عمل كده لكن بيستغلوا كلهم الفرصة ان التعبين مش عارفة تتقدم وبيروحوا العربية التانية اللي بيلاقوا الباب بتاعها بيتكسر وبيظهر تعبان ضخم براسين وبيكون منظره مخيف جدا وبيبتدي يهاجمهم وبيتزاهموا كلهم في مكان واحد مع العساكر وبتيجي فكرة لمو شينج انهم كلهم يهربوا عن طريق سطح القطر بس بيكون التعبان اقتحم الباب اللي هم مستخبين وراه فبيجري مو شينج يستخدم خراطيم المية علشان يحجم حركة التعبين وعلشان يدي فرصة للناس انهم يهربوا وبيتفاجئوا بمنظر برا القطر وهو في عدد كبير جدا من التعبين برا القطر على الناحيتين واللي هيقع من الركاب هيموت فورا وبيستمر مو في خطته لكن فجأة المية بتخلص وبيحاول يحصل الناس اللي هربت من فوق القطر وكانت التعبين وراهم وقال لهم مو شينج انهم يروحوا ناحية الجبل وكانوا كلهم في حالة زعر وخوف وقلق مستمر وفي واحد منهم اسم الرئيس شينج بيقع وبيكون ماسك شنطته باستمرار وخايف عليها فبتساعدوا واحدة من الركاب لكن بيكون الوقت فات فبيزقها على التعبين علشان تكلها ويقدر يهرب هو وهناك عند الخندق قرر مو شينج انه يقول للركاب انهم يستخدموا العلف اللي موجود ويعملوا بيه حاجز وكابوا عليه كحل علشان يولعوا فيه لكن بيكون الراجل النادل اللي اسم الرئيس شينج اللي رامى البنت متأخر وبيحاول مو انه يساعده وفي اخر لحظة عرفوا يعدوا العلف ورامى القائد شاو الولع على العلف وبقت النار هي الحاجز ما بينهم وبين التعبين ولما جاء عليهم الصبح بتدوا يستريحوا تحت الشجر ويداوا الناس المريضة او الناس اللي تسممت وبيكون بالنسبة المو الأهم هو انه ينقذ الطفل الشياو اللي بيكون باين عليه انه تضرر وتعب من كل اللي حصل مبارح وبيكون فيه راجل ومراته حامل ووضح ان اللي داغها تعبان وبيندب الراجل حظه انه جابها تولد في القرية وبيصمم القائد شاو عند رأيه بان اللي عمل كده هو مو شينج بالاخص كمان علشان يبيع الترياء ليهم بسعر عالي جدا وده بعد ما اقترح مو ان الترياء موجود عندهم في القرية وانه هينقذهم من سمية الافع دي لكن بتدفع عنه جينج وبتقوله انه لا ما كانش فيه حد فينا نجا وانه كان كذا مرة هيتاكل من التعبين هو كمان لكن مو بيشيل الطفل وبيمشي بيه للقرية وبتسأله جينج ليه ما دفعش عن نفسه لكنه قالها بمنتهى اليأس انه متعود على كده ولما وصلوا القرية لأيوها كلها متضمرة وعدد كبير جدا من اهل القرية ميتين ولما وصلوا للمكان اللي باقي اهل القرية مستخبين فيه بيلاقي مو امه وبتلاقي جينج ابوها وبيفضلوا يطمنوا على باقي الناس اللي بيكونوا تسمموا من هجوم التعبين الليلة اللي فاتت وبتقول ام مول ابنها والناس هناك برغم انهم اهل قرية مو لكنهم اتهموا بانه هو سبب في اللي هما فيه لانه صياد التعبين فاكيد زعل التعبين فقررت تنتئم منهم لكن المرة دي مو مش بيسكت وبيقولهم ان سبب هجوم الافعة من ان الزعماء كانوا بيفجروا الجبال والقراويين اللي زيهم كانوا بيقطعوا الشجر بشكل عشوائي فبيموت كتير من التعبين واتهدمت جحرهم وان ده هو السبب الرئيسي وبيستفز الكلام ده القائد شاو وبيقوله ان الزعماء فجروا الجبال علشان يرسفوا في الطرق لكن بيرد عليه واحد وبيقوله ان الزعماء فجروا الجبال علشان ينهابوا الموارد بتاعتها قبل الحرب ويكون لهم احتياطي خاص بيهم ومش بيكون مو متخيل ان سم التعبان بالقوة دي وفسر كده انه من النوع التعبان الزهبي ومفيش غير الظهور بتاعة الافعة اللي ممكن تكون الترياء وعلشان يروحوا يجيبوها لازم يعدوا على ودي ملوك الافعة واللي بيكون ورا الجبل لكن ابو جينجي بيمنعها وبيقول لها بلاش تعمل كده لان في ناس كتير قبلها حاولوا انهم يدخلوا الوادي وما ترعش منه لكن جينجي بتصمم وبتقول مهما كانت الخطورة هي مستعدة للمجازفة وانها هتضحب نفسها وهتروح حتى لو هتروح لوحدها لكن بيبدأوا الناس انهم يروحوا معها وبيقسموا نفسهم مجموعتين وبيركبوا الطوافة او العبارة وبيكون شاو بيحاولوا انه يتقرب من جينج وبيقول لها كلام حلو لكن جينجي بتصده كالعادة وبيقرر انه يعمل حمام في البحر اللي هم فيه لكن بيتحرك تعبان تحت المياه في اتجاهه وبيهجمه لكن بيفلت شاو في اللحظة الاخيرة وبيلف التعبان حواليه باستمرار وبيحاولوا انهم يهجموا ويبعدوا عن الطوافة لغاية ما بيغلط واحد منهم ويضرب الحبل اللي بيربط الخوص بتاع الطوافة وبيقعوا كلهم في البحر وبيكونوا طبعا خايفين والرئيس شين خايف ان الشنطة بتاعته تضيع وبيقول انها اهم من حياته وبتنقذ زي اللي هي ام الطفل شياو واحد منهم لانها محترفة في ضرب السهم وبتقدر تهاجم التعبان بالسهم بتاعها واللي من خلال السهم ده بيعرفوا حركة التعبان تجاههم وطبعا القائد شاو مش بيسكت لكن كمان بيطلع قنبلة من جيبه علشان كان عايز يرميها على التعبان لكن للأسف بيرميها بالغلط على الطوافة وبينزلوا كلهم في المياه وبتنفجر الطوافة كلها وبيقعدوا يعوموا لغاية ما بيوصلوا للبر وهناك بيفضلوا يلوموا شاو على اللي عمله حتى جنوده بيبصولوا بنظرات ان هو السبب في اللي احنا فيه وزي بتسأل مو ايه اللي المفروض يعملوه فبيقولهم انه فاكر ان فيه طريق تاني وهي انهم يعدوا من خلال المعبد لكنه بيقولهم انه مش متأكد فبيقوله شاو في الحاجات دي مفيش حاجة اسمها مش متأكد فبيرد عليه بحزن وبيقوله اللي مش واسق فيه ما يجيش وراه هو كده كده رايح واللي عنده طريقة تانية يوصل بها يعملها والجنود بتوع شاو بيقوله انه خلاص مش هيمشوا ورا كلامه تاني وبيقرر شاو ان يكمل الطريق مع مو وساب جنوده وراه وبيمشوا كلهم في ممر في حقل وبتكون الريحة وحشة جدا واللي بتكون ريحة اللعاب بتاع الافاعي وبيقولهم مو انهم يخلوا بالهم وبيلاقوا واحد كان بيشتغل حطاب من قرية جنبهم مقتول من التعبين فبيتوعد شاو للتعبان ده وبيقوله انه اول ما هيخرج من هنا هيرمي عليكم بلا وهيبيده لكن مو بيقوله انه هو السبب في كل حاجة وهو اللي تبول في المية اللي عايش فيها التعبين فكل اللي هم عملوه انهم كانوا رد فعل اللي عمله فبيضغاز شاو بيقرر انه يتبول مرة تانية في الحقل لكن مش بيمر ثواني وبيهاجموا تعبان وبيلدغوا لكن بينقذوا الجنود بتاعته اللي رجعوا وقالوله انه مستحيل يسيبوه وبيمروا في مكان تاني في الغابة بيلاقوا حاجات متعلقة على الشجر واللي بيسموها الارمالة السودة وهي عبارة عن مجموعة عناكب سامة جدا وبينتشروا في وقت قليل وبتحاول زي انها تسكتهم علشان ما يصحوك العناكب علشان يعرفوا يعدوا من غير ما يتعرضوا ليهم وبيكونوا كلهم ماشيين بحذر لغاية ما بتقع حاجة على واحد من الجنود فبيضطروا انه يضرب نار في نفس الاتجاه فبتقع خالية من العناكب السامة وبتبدأ تهاجمهم وبتكون كل المجموعة في حالة عبث وبتقع خالية تانية وبتهاجمهم العناكب من كل مكان وبينقذوا واحد من الجنود جينج وبيقولها انها تهرب وبتتراكم كل العناكب على الجندي وبيقتلوه وبيقدروا كلهم انهم يهربوا بسلام من الموقف ده وبيوصلوا للمعبد وبيقعدوا يستكشفوه وبيشرح لهم مو على الرموز والعلامات الموجودة هناك وبيلاقوا هدوم حد هناك فبيخمنوا ان في حد عايش هنا لكن جينج بتحس بألم ودوخة فبيشوفها مو وبيتفاجئ ان جينج تصابت من العناكب فبيقرر انهم يغطصوها في حمام سخن ويدولها بعض الاعشاب وبيكون في واحد عمالي رائبها باستمرار وبيرمي عليها تعبان لكن بينقذها مو مرة تانية وبيقعدوا هما الاتنين يحكوا مع بعض وبنعرف ان جينج كانت صاحبة مو من زمان واتدربوا مع بعض واكتسبوا كل المهارات في القرية دي مع بعض لكن جينج قررت انها تسيب القرية وتروح المدينة علشان تتعلم اكتر وتدرس الطب لكن قلبها كان مع القرية وانها دايما بتكون عايزة ترجع علشان تساعدهم لكن بيتريق عليها مو بيقولها انها عكسه تماما هو عايز يسيب القرية دي بالناس بتوعها اللي دايما شكين فيه ومعتبرين وخاين وانه هو السبب في كل المصايب رغم كل حاجة بيعملها عشانهم وبيسيب مو جينج وبيخرج علشان يتناقش مع شاو اللي بيكون مضغاز منه لانه حاسس ان جينج بتحبه هو وبدأوا هما الاتنين يتخنقوا مع بعض عليها وباقي الناس الناحية التانية بيكونوا نايمين وبيشوف واحد منهم شبح فكلهم بيصحوا بيستعدوا انهم يشتبكوا مع حد وبيضرب واحد من العساكر النار على الشبح ده وصوت النار بيخلي شاو ومو يروحوا ويعرفوا ايه اللي حصل لكنهم بيقعوا في شبكة وبيعرف مو ان كل اللي حصل ده كان عبارة عن مصيدة علشان يعطلوهم وما ياخدوش بالهم من جينج اللي اول ما راح مو لقاها اختفت وبيمشي وراء اثار المية وبيلاقي ان في نفأ من تحته وبينزل تحته وبيقعد يستكشف المكان لغاية ما بيسمع صوت جينج وبيفتح السندوق اللي هي فيه وبيحاول انقذها لكن بيطلع قزمه بيهدده بالسلاح واخيرا بيكون لشاو فايدة وبيحط السلاح على راس القزم وبيقعد يعرفه بنفسه ان اسمه الافعة الحزينة وانه عايش هنا في المعبد وانهم اول ما جوم اقتحموا عليه المكان بتاعه واول ما شاف جينج اعجب بجمالها وبالاخص انه هو منظر وحش وبيقولهم انه ساب البشر من زمان وقرر انه يعيش لوحده لان البشر اكتر سمية من التعبين وبيعرف انهم عايزين يوصلوا لوادي ملوك الافعة فبيعرض عليهم انه يساعدهم يوصلهم لهناك فبتوافق جينج لكن مو بيكون قلقام منه ومش متطمن له لكن ما بيكونش فيه حل تاني وبيروحوا معاه لغاية ما بيوصلوا لودي الملوك واللي بيكون منظره اصلا مخيف من برة واول ما بيدخلوا بيلاؤوا مجموعة خفافيش فبيقولهم ان محدش يتحرك او يعلي صوته علشان الخفافيش ما تصحاش وتقضي عليهم كلهم واول ما بيخرجوا من النفق اللي فيه الخفافيش بيقابلهم تل كبير وعلشان يعدوا يوصلوا الناحة التانية فيه جسر بس بيكون متهالك ومكسر وبيبدأ القزم ان يعد اول واحد وبيبدأوا كلهم يعدوا بالتدريج وراه وبتقع زي لكن بينقذوها في اخر لحظة وبيعدوا كلهم وبتكون الخفافيش صحيط وبتروح علشان تهاجمهم والخشب بتاع الجسر قرب انه يتكسر خلاص فبيروح الجنود وبيمسكوا الجسر لغاية ما يعد القائد وجينج ومو وبيضحوا بنفسهم عشانه وبيقدوا خدمتهم على اكمل وجه لغاية اخر لحظة وبيكون شاو منهر وبيبكي عليهم وبتكون دي نقطة تحول في شخصية شاو واول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا نفقين مش بيعرفوا يدخلوا انهي واحد فيهم وبيضطروا انهم يقسموا نفسهم اربعة في كل مجموعة وبتكون المجموعة اللي فيها القزم فيها برضو زي واللي اول ما بيوصلوا هناك بيكون القزم عمل لهم كمين وبيكون في المكان ده موجود بس تعبان وما فيهوش ظهور ولا اي حاجة وبيهاجم التعبان الاشخاص بتوع المجموعة دي وبيحاولوا نهم يهربوا وبتلهي زي التعبان وبيحاولوا يلاقوا مخرج ليهم فبتيجي فكرة لزي انها تخلي التعبان يهجم عليها بقوة فبتخليه يضرب راسه في الصخر وبيفتح مخرج ليهم لكن بيكون التعبان اتملك منها وبيعصرها لكنها بتوصيهم على ابنها شاو وبتضحب نفسها علشان ابنها وعشانهم وبتكون مجموعة الناحية التانية لقوا الظهور فعلا لكن بيكون من تحت فيه كمية كبيرة جدا من التعبين فبينط مو وبيقطف كذا زهرة لكن الرئيس شان بيقوله هاتهم كلهم لكن جينج ومو بيرفضوا لانهم لو اخدوا كل الظهور لما ترجع التعبين مش هتلاقي اي زهور تتغزى عليها فهترجع القرية علشان تنتئم لكن بيظهر القزم وهو مع المسدس وبيهدد مو وبيقوله انه لازم يقطف كل الازهار ويدهاله وانه لو رفض هيدرب على جينج النار وبيقوله كمان انه كل اصحابه الناحية التانية ماته وانه لو ما جابش الظهور كلها هيحصلهم وبيسمع مول كلامه وبيجيب له الظهور لكن بيجي التعبين تهجم عليهم وعلى القزم وبتاكله وبتحصل حالة من الفوضى وكلهم بيجروا ورا الظهور واولهم بيكون شين اللي بيحاول بقدر الامكان انه يوصل للزهور واللي موجودة على حفة التلة لكنه بيقع وبتتركم عليه التعبين وبيقتلوه وبياخد مو الشنطة بتاعته وبيحاولوا كلهم انهم يخرجوا لكن طبعا بتكون التعبين وراهم واللي اتبقى من المجموعة التانية بيهجموا مرة تانية على التعبين علشان يقتلوه لكنهم مش بيقدروا وبيتقتلوا كلهم وبيضحشاوا بنفسه وبيثبت لجينج انه مش جابان وبيمسك قنبلة وبيفجر نفسه في التعبين لكنه مش بيتأثر وبتيجي هنا فكرة لمو وهو انه يخلي التعبين يلف حوالين نفسه ويعض نفسه علشان يموت وبيخرج مو وجينج وهم الوحيدين اللي خرجوا عايشين وبترجع الحياة مرة تانية لأهل القرية وبيعرفوا يستغلوا مساحات الغابات بحاجات أكتر وبترجع الحيوية والنشاط وبيجاوز مو جينج وبينتهي الفيلم بنهاية سعيدة وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة